هذه مكينة اللي اتكنت عنها قبل سبع طبعا فيه ناس واجد جدد جو فأكيد ما أساس كده دائما أذكر باللي صار قبل هذه مكينة من شركة إيطالية طبعا نحن صار لنا الآن حدود السنتين ندور ونحاول إلى أن نوصل إلى أفضل شي موجود بالسوق ما هو موجود بالسوق السعودي لكنه موجود بالسوق العالمي هذا آخر ما وصلنا له هي مكينة كريم كلهم إن شاء الله بالطريق هذه قريبة مرة فقلنا نوريكم إياها من الداخل كيف صايرة اش تركيبها اش مواصفاتها هذه اللي بتكون أعلى فئة احنا بنجيبها من شركة كوكمل شركة إيطالية كما تشوفون هذا اسمها هذه بتكون أعلى فئة اللي هي فئة البروفيتك 700 الـ ECM Synchronica الـ R58 في نفس الليفل اللي تكون طبعا روتاري بامب ودول بويلر وفيها PID هذول الثلاث مواطفات الأساسية طبعا التصريف والتوصيل هذه طبعا يكون يعني أشياء أكيد أقولتهم بدون ذكرها موجودة طبعا نحنا جايبينها بتكون جويستيك طلب خاص المكينة اللي طلبناها جاية ما هو هذه هذه فيها أزرار احنا ما جبنا اللي فيها أزرار جبنا اللي فيها أزرار هاساس تكون في نفس المستوى وأعرف أن أكثر الناس اللي هم برسز ما يفضلون البرمجة أغلبهم يحبون المانيول فهذا اللي جبناه إن شاء الله بإذن الله أيام قليلة ورح تكون موجودة تشكيلة كاملة ثلاث موديلات من نفس الشركة رح تغطي ثلاث فئات الفئة الأولى اللي هي تقريبا مشابهة الفئة الأبارتمنتو والبروفيتك خمسمية والفئة الثانية اللي بتكون مقاربة للبروفيتك ستمية اللي هي دبل بويلر لكنه موه روتري بمب والفئة الثالثة اللي بتكون نفس البروفيتك سبعمية مثلا ما قلنا بشوي والسينكرونيكا وال الفستي ايت والشركة يعني هالمواصفات هذه دول بويلر روتري روتري بمب طبعا روتري بمب شنو ميزة او ايش يضيف لك في المكينة تبات في الضغط على طول يبدأ على تسعة بدون الصعود التدريجي اللي موجود في الفيبريتري ما هو عيب بالعكس الناس تشوف يحسن من الاستخلاص فالناس يحبون والناس ما يحبون شيئا طبعا ألمن أفتح المكينة ومطالع من الداخل أنا أعرف الشركة من هنا حنا طلبنا المكاين يوم شفنا المواد المستخمة داخليا أصغر المواد اللي ممكن أنها يوفر فيها هم بالعكس مستخدمين فيها شيئا جميلة جدا عندك مثلا نشوف نفس اللي موجود في المكاين التجارية الاحترافية هذه البويلرات منفصلة عامودية عندكم مثلا نشوف هذا الروتري بوب من شركة الار بي ام نفس الشركة اللي تستخدمها مثلا المرزوكو كلهم يستخدمون النفس المورد اللي هو هذا وهذا من ثلويد أو تيك نفس الشيء هذا نفس اللي موجود في مكاين الاحترافية اللي هي المرزوكو مثلا السلايار كل المكاين السلايار لا أتكلم عن المرزوكو و الروكت كل المكاين هذه المنزلية الاحترافية الممتازة جدا تستخدم اللويد أو تيك هذا عندكم وين هذا مثلا على سبيل مثلا القسام الصغير اللي استعزل فيه الموية الموية اللي داخلت بها من الخزان الخارجي أو المصدر الموية الخارجي أو انها تكون من الخزان الداخلي شوف صناعتها وين ميدني يعني شركة لما تدخر في أتق التفاصيل البسيطة هذه وتختار موردين وممتازين ما قاعد يبخل عليك في القطع بالعكس قاعد يحط أشياء تدوم وما تسبب لك أي مشاكل بإذن الله فعساس كده الحمد لله توفقنا في هذه الشركة بإذن الله بإذن الله رح تتوفر مثل ما قلت لكم الثلاث موديلات الآن موجودة في الموقع أبوديكم تشوفون ترفع الشاشة تروح للموقع تشوف الثلاث موديلات وتقرأ مواصفاتهم الموجودة عربنا التفاصيل على اساس الواحد يقدر يعرف يقارن رح نضيف جدول بإذن الله قريب للشركات اللي موجودة بشكل عام عساس الواحد يقدر يعرف هل هو قاعد يدفع أكثر وقال لكن أعتقد بإذن الله أن السعر في السعر شوف هنا واحدة من الأشياء اللي جدا عجبتني أنا في المكينة الكوكمل اللي هي هدوء جدا جميل من البمب ما كأنك مشغل البمب بسبب وجود يقدر يعرف هل هو قاعد يدفع أكثر أوقال لكن أعتقد بإذن الله أن السعر حقها هو نفس السعرها الرسمي مناسب جدا 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 للموجود في السوق وكمنافسة في السعر شوف هنا واحدة من الأشياء اللي هي هدوء جدا جميل من البمب ما كأنك مشغل البمب بسبب وجود شوفوا الربلات هذا عساس يعزل أي حركة تسير تمتصها الربلات وما تتحول إلى اهتزاز من البدي من أي قطعة موجودة شوف هنا عندكم واحدة فوق وعندكم أربع ضار تحت أي أربع رجول تحت ربل فهذا بشكل عام ومختصر مكينة الكوكمل اللي بتجي وجودة صناعتها من الداخل هذا اللي يزنون فيه البرشر ما عاد قد تحتاجه اللي إذا أنت شابك مصدر خارجي قوي ثلاثة بار مثلا فهذا رايعطي تسعة ما لا شكل باللي قعد يجيه فإذا جاه ثلاثة هذا بيشتغل تسعة بيصير عندك اثنى عشر فأساس كده أنت لازم تنزل هذا حطي اللي هم أكسس من برة ربلة تفكها من برة وتبدأ توزن البرشر كل المكاين غالبا احترافية الاركث البروفيتك سبعمية والسين كرونيكا والانقوص بحد كلهم فيهم الميزات اللي قاعد أقول هذي خاصة هذي موجودة تحت في أغلب المكاين سأنا قاعد أتكلم وأشرح عن بعض التفاصيل الصغيرة اللي تهم المستخدم المنزلي اللي أنا واحد منهم وأعرف بالضبط الشي اللي يحتاجه المستخدم المنزلي ووش الأشياء اللي طالحها حبيت بس أوريكم بشكل عام المكينة من داخل واللي عند أسئلة الله يحييكم